السلام عليكم و مرحبا بكم اليوم نحضروا ان ديسير صان كوي صان يعني تحلية بلا من طيبوها احنا جيت نوري لكم طحلة احنا عندي ان باكتا بيسكويت و بير ولا تقدروا تضربوها كذا بحاجة ولا تطحنوه بعد ما طحنتو احنا عندي واحد 100 قرم تاع زبدة ذوبتها زدتها لهذاك البيسكويت وطلقان استعملي يدي هكذا باش نليمها انا عندي هذا المول استعملت هذا تقدروا تستعملوا اي نوع تاع مول درقان ديروه في الفخي جيداق باش يشدروحو احنا في كسرونا عندي تلث مغارب تاع بارينا ونبعد نص كاس تاع السكر وتلث مغارب تاع ميزينا تلث مغارب تاع الحليب كاس الأول كاس الثاني والكاس الثالث كامل المكونات والمقادير تصيبوهم في صندوق الوصف ديروها فوق الفرن ونبدأو نحركو ما لحبسوش من التحرك هكذا باش ما تحبطناش لتحت هذيك الكخيم فعلا كي تشوفو هذيك الكخيم هكذا بدأت تاع قد زيدو لها الفخوماج انا عندي هنا يدى ثلاثة تاع بخصيون هذك ودر ثلاثة انتاع كيري قدرو ديرو غير كيري وثاني تقدرو تديرو فخوماج ريجيم في الاخر زيدت لها امبو تاع ياورت ناتور فالا مبعد هذك البسكويت مش دروحو برد نزيدو هذيك الكخيم الفوق نغطيها اون كونتاكت بهذا الفيلم المنتر نعود رجحها في الفريجيداك تبرد هنيا جبت كلك فخاس غير شوية تاع الفخاس هنيا ميكسيتهم في كسرونة ندير هذك الكوليتة الفخاس نجد لهم غرفة تعلام ميزينة وهنا الصكر انتم او الضوغ تاعكم هنيا در ثلاثة جيتني حلوة بساف نحضر هذك الفلون اللي نزيدو هتاها نوارا يجي حلو فيه صكر ديجا والعادرت هذا تعليف خاز باش نديرو نحضروا هذك الجولي اللي نديروها من الفوق نديرو هذك فوق الفورنه ونبدو نحركم هكذا غريب دا يعقد هحنا عندي واحد كمية عليف خاس كلكو فخاس قطعتهم ومقسمتهم كما هكذا وزدتهم من هذك نوسي ونعمل على سريع جولي فقط الفورنه ومن سي pose وزدهم من الفوق ونحضروا هكذا ونعمل على سريع جولي سوف نقوم برد سوف نقوم بسخل المول لا يوجد مول كما هذا تستعملوا أي نوع مول نقسم معكم بشوفوا كيش خرج طلاجي بنينا ها ثلاثة تختوها دي كلاكين كنت نقسم فيها قسمت الطرف بش نوري لكم شفتوها في اول فيديو انقلبت لي ان شاء الله انتمنى تكون عجبتكم الوصفة وتلقوا في وصفة تحتخرين ان شاء الله في امن له والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته